اشتركوا في القناة اشتركوا في القتل الذين يتمثلون في الوزير الداخلية والمديرين العامين الذين هم متواجدين في المحكمة في المزارة الداخلية غير ألا القيادين والميدانيين لم يجملهم البحث للقصور المحكمة العسكرية كانت قاسرة على معرفة بعض العديد والعديد المراسلات المزارة الداخلية المعرفة التعزيزات كان يجملها مثلا تاريخ 13 جانبي بالكرم مثلا ما تعرفش تعزيزات شنين ونحن نعرف وانوزارة الداخلية ما تبعد تعزيزات إلا بتعطي أوامرها إلا بنص كتابي وتكون مثلا المركز متاع الكرم يعرفشكون الوحدات اللي جات لنا هذي كل داخل في إيطار وعملات تنص للحقيقة وكانت الأحكام هذي مبتورة بالفعل مبتورة واللي مقاصرة على معرفة الحقيقة وهذا يعنيش أحنا نشاهده عن كردة فعل وهنا لا يجعل عائلات الكرم كما عائلات تيلة كما عائلات القصرية كما عائلات نيبل هذي الناتج على أنه ما فهماش إيرادة حقيقية ما فهماش إيرادة حقيقية لفتح هذا ملف فتح جدي ويؤدي بنا إلى معرفة القاتلين لشهدين وجرحان أستاذة الطور التحقيقي معناه يتعدى قبل تفعيل تنقيحاته جويلة 2011 شنو تفسير هذا الموضوع هذا كما كانت هناك إيرادة سياسية بامتياز في أن الملف هذا يمرحب المراحلة المراحلة خاصة أهم المراحلة اللي هي مراحلة البحث وتقصلي أنه كان المهمية عائلات الشهداء كانوا يحاولوا قدر الإمكان أنه يبحثوا ويتقصوا لكن ألغوا وجودهم وألغوا معنى حضورهم اللي يعاون شيء كبير في معرفة الحقيقة فتم تفعيل القانون والتنقيح إلا بعد 16 16 سبتمبر مع العلم أن قرار دير التلتيهام بتاع الكيف كان بتاريخ 9 سبتمبر وقرار دير التلتيهام بتاع تونس كان من موسطى السبتمبر وهذا يدل على أن هناك نية مبيدة بحالة شغور وإفراغ الساحة من المحامين بتاع الشهداء إلى حين نكون الملف إلى المحكمة وبالتالي نكونوا أحنا مكبرين أمام القرار دير التلتيهام اللي أحنا كمحامين مفروض علينا تبقى نتفصل بجلد ديرها إجراءات جزائية إنا من الجموش رافعوا ولا نبحتوا إلا في إيطال المحالين أمام الديرا الجنائية وهذا ما أوقع عنا وهذا ما كنا أحنا من لور كنا نتحدثوا بصوت مرتفع والنادو ونقولوا راهو راهو مش معقول الملف يتم بطريقة النادية على أساس أن غبروا راهو غبروا على أساس أن الأبحاث كانت منفوصة بشكل كبير وكان معناها بفعل فاعل وهي رعبة كانت منعوبة ملون ومرسومة وهذاك عليش كان الأحكام سواء كان سكيف ولا تونس كانت باتة شكل كبير أستاذة فما محلين ومتابعين للقضايا شهدية الثورة يعتبروا قضية شهيد أمين الجرامي قضية نموذجية في السلبية اللي يتعامل بها القضاء العسكري مع القضايا شهدية الثورة وكانت تحكينا على الموضوع هذا اللي كان عندك تفاصيل وعلم بالموضوع هو الحق هو جلسة إن شاء الله تكون يوم التراثاء للشهيد الجرامي وانا بشقد معنا بالنيابة بشنو اللي معلوم ليا انه هو المتهم فيه تبقى فصل 205 مجلة جذائية اللي هو الوكيد الأول معناها في الجيش هذي التفاصيل وأحنا حوض فصل 205 مسكلتان وما هو طريقته فما يتعدى الوكيد 211 222 اللي هو القتل العم وإن كان الملف يحتوي على وجود القتل العم رغم ذلك وهذا ما رعناه حتى من خلال منشير حتى بعض القضايا المفتوحة في التحقيق العسكري رأوا الملفات إذا موجود فيه قاتل يأما يتعدى على الفصل 217 أي القتل اللي يكون بنغير القصد والقتل اللي يكون معناها الأقصر عقوبة فيه عميد وإلا إذا محاولة القتل يتعدى على الفصل 225 وليه تكون العقوبة متاعه عام أقصر عقوبة عام وبالتالي معناها في كل الحالات اللي انقتل كلهم في حالة بريئين وفي حالة سراح ومتعو خرقيتهم عكس العائلات الشرداء أنهما نحن نحن نطالبهم معناها بأكثر جدية نحن كمحابيب نطالبهم بالعدالة سواء كان للموت تهمية سواء لعائلة الشهداء إنصاف للناس لكل لكن كل أحد يخذ حقه الناس ماتت حقيقة معناها حق وبالنسبة قضية شهيدة أمين لغرامي بسفة خاصة أستاذة قد اشفهم من اكسبرتيز باليستيك في القضية مازلت ما طلعت على تفاصيل موضوع سواء خير أستاذة على ضو عدم جدية القضاء العسكري في التعامل مع قضايا شهداء الثورة هل ترون أنه القضاء الجنائي الدولي إمكانية يعني فم إمكانية للنجوء إليها في القضايا هذي قضايا هما هذي رغبة العالية العالية رغبة منحة العالية تسمعناها سواء كان من عائدات تيرو البصري سواء من عائدات تونس لنها ولكن أنت تعطي القانون من نجمو نرفو قضايا بدأ المحكمة الدولية إلا بعد استفاد جميع طرق موجودة هنا من القضايا أي بعد ملافة الاستينام إجراءات القانونية من نجمو أنه نرفو قضايا ويمكن هذا هو التمشي اللي هي ماشي فيها لعائلات الكل ولي قاعدة تحضرين أنها تشترك القضاء الدولي إذا ما تكون حقا في القضاء الجزائي معلما هنا إشارة من الأمانة أن الحكم المحكمة تونس اتخلت على الجانب الجزائي فيه ملف الكرامب على اعتبار أن قرار ذلك التهام غير مستثمن لإدانة أي شخص وليهذا نحن مطالبين كمحامين إعادة فتح تحقيق في ملف الشهدات معناها تقنيا معناها قانونيا أستاذة مش ممكن طوى في المرحلة الحالية مقاطعة القضاء العسكري ولوجوء طوى القضاء الجنائي الدولي ولكن نربح الوقت لا قانونيا لا قانونيا إلا ما نستوفر جميع الإجرائيات في تونس ووقت نجم إذا ترفع هذه من ناحية القانونية وإحنا البديل معناها في القضاء الدولي هم يعطل وإنها مستغر في المجتمع المدني لحد الآن عادات معناها الكرام إلى حدود هذه الساعة وهذا التاريخ هم في قطرت معناها نظار سلمي معناها لا يوجد ضرور ولا يوجد أفوه لذلك لدي القاطع لأن هناك أيدي تورمت بهذا الملف المثم وإني منتقب له الدولي منتقب تورمت لذلك ما تشوفش إنه كنته ستر كبير هذي على الأدلة والقضاء في صعام العسكر هذي كانو نظام لذلك الحارسة مش كوني حب هل يحب يقتل لها معناها الحقيقة؟ هو الاختلطة يتسطر عليك هي بالأمانة هو التسطر جاء نتيجة أن هناك نوع من معرش هناك محاولة التنص الجاهيمة وإخفاءها على أساس أنه ينفذ يتم غلقه وفي هذا الشكل عقبنا المسؤولين وعقبنا التعليمات ويبقوا الأعوان ويقتلوا في الشركة لأن الجرائم أشد هنا أكثر من أسنان وبالتالي محاولة الملف هدايا هو لفه بهذا الشكل بدون أن يفتر للقاء لكن يبقى صاحب الحق ليس يسقط هدايا لم يعرفوا شيء أنهم عادة شهداء سواء كانوا بالمحامين أو المحامين بغدوة لن يسقطوا على حقهم ون ينظروا إلى آخر محطة أعلام عليهم حقيقة قلبي هذا التسطر يمكن جاء مقابل الأمن الذي يحاولون بعد الثورة يحاولون أنه يتواجد ويحاولون أنه يسيطر على الواقع والمجتمع الدين كان هذه المعادلة الصعبة يعني أنا أخلي الأمن في حالة صراع مقابل ثمث حقيقة قتل شهدنا وهذه المعادلة لأن أصحاب الحق حتى كانوا أحياء محامين بسرق ناطر يمكننا في فترة ما نساحه لكن هنا لا نصور بشيء أكبر دليل الأكسام الذي يعملوا على ترامب ويجب أن تشاهدون الحلقات القادمة سواء كان من الثالب ولا من الغصرين ومعادة النابل نفس المعاناة التي تعانيها أهالي ترامب يعانوها بقية عائلات الشوهدية كذلك من أمانهم وكذلك من الغصرين وكذلك من الغصرين أربعة عشر شهيد لم يكن قتل واحد فقط تم إحادة 15 سنوات هل واحد فقط قاتل قادر على قتل أربعة عشر هذا الشكل وردتهم حسب الفصل 32 مجلة جزائية في فقرتي الأولى فعليا أصليا لأنهم من العقل المدبر لما كل مجرى قبل أربعة عشر من الثالث لا نعتبرهم لم يكن خارج على إطار العقاة بالعكس أنا معك في الإطار لكن ليس منهم الجريمة القتل جريمة جريمة شخصية بمعنى أن هناك جاني وهناك مجنى عليه وبالتالي إن رقنا الإسناد بيزم يتوفر بتوفر الجاني أي بتوفر القاتل وبما أن القضايا الموجودة هذه لم يكن قتلة لم يكن رقنا الإسناد لم يكن جريمة وبالتالي يبقى مخرب وببتور هذا من ناحية القانونية إذا أحنا باش نحكم من ناحية القانونية وباش نبينه سوى المجلس التأسيسي ولا للحكومة إن الناس اللي هي صحبة حق في إطار القانون وإن كان مجلة مرافعات جزائية والمجلة الجنائية كتفت عائلات الشهداء وخلقتهم وما كانش القانون الأصلح لمحاكمة عادلة ورغم ذلك تطوعناه وحاولنا قدر الإمكان إن أحنا نتبقوه ونحترموه ولكن المشاركين فقط ما واش أنا معنا أنا يزنوا أن يتبق عليهم القانون خب لأن التعليمات جيت من فوق جيت من زين العبدين ومشت من رئيس المن وزيرة الداخلية جيت من المديرين العامين جيت من المديرين الميدانيين جيت من كل وأخير دقيقة محاسبة نظام كامل ولا محاسبة أشخاص ونظام مربوط لا أنه مربوط بإسم زين العبدين وأن زين العبدي لا نظام كامل 23 سنة من المديرين نظام كامل في المساعدين والمساعدون والمساعدين والمستقرار تبدو أن تصمت كامل المترجمات 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 المترجمات!